بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحبة المهدا في بعض الجلساء كده لما بنيجي نجلس معاهم بلحط ايدينا على قلبنا لان مش عارفين الحكاية هترسي على ايه مش عارفين لما نقعد معاهم عن طلع مرتحين ولا عن طلع زعنانين جليس النهارة اللي احنا نقعد معاه ده جليس دقيق شوية لان اي حاجة ليه علاقة بالحساسية بيبقى عامل تحس كده ان فيه سلك عريان انا بكلمكم بصراحة لان انا لما باجي عند الجليس ده بالذات بقف بهدوق لان الجليس ده يا ما حير الناس كتير الجليس ده يا ما واجه على الناس كتير الجليس ده يا ما حافظ على الناس كتير فجليس النهاردة الحفاظ عليه واجب تجاه انفسنا تخيل ومتجاه اللي حوالينا كمان اه يا دي ممكن تكون القصة هو ده الاتزان وهو ده اللي ممكن يخلينا لكن ساعات احنا بنجعله في محل مش محله زي بالزبط اروحانا جاي بالكباية دي واحطها كده على رجلي فاي حركة منا هتحصل ايه هتوقع تتكسر فساعات بنعمل كده وده للأسف بيفسد كتير من العلاقات بين الناس الجليس النهاردة اللي احنا بنتكلم عليه اسمه جليس الكرامة اه صحيح كرامة الانسان جزء من تكريم الله سبحانه وتعالى ليه بس ما ينفعش عشان كده ما ينفعش ان حد يتعد عليه بس هو كمان ما ينفعش يتعد على الاخرين لكن احنا بنبالغ ونحط الكرامة في كل حاجة كل حاجة فيها كرامة ايه اللي يتعلق لما اتعب في الشغل اقول ان كرامة تهاني ثانية كده بس ايه علاقة تعبيب كرامتي ايه المتلازمة العجيبة ايه الفخ اللي عمله هنا نفسنا بان التعب في الشغل واسايا وتحملي ده نوع من انواع اهدار الكرامة وبهدلتي انا اتبهدلت يا جماعة انا كرامتي تهانت ليه يا سيدي لنا اتبهدلت في الشغل بس حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمني حاجة تانية غير كده مش ان اكرمكم عند الله اتقاكم فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بات كلا من عمل يده بات مخفورا له ده يبقى كريم ولا وضيع لا ده يبقى فعا على درجات الكرام عشان كده اوقات كتيرة بيبقى من اشكال الكبر الخفي ان احنا نستعمل الكرامة على ان هي نوع من انواع احترام النفس وهو بالحقيقة بيبقى كبر خفي ومن الاشياء اللي بتصيب علاقتنا بالعشاشة ان احنا ندخل الكرامة في كل حاجة فمندخل الكرامة مثلا من خلال معاناة لازم نفس الامارة بالسوق مش هتدخل لنا الكرامة على كده لكن تدخل لنا الكرامة تحت غطاء وتحت مفهوم عزة النفس اللي عزة النفس بيروح مسلمنا في بعض الاحيين الى الكبر لما الواحد مثلا يعمل ايه حد يقول له اي حاجة ما تعكبوش فيعتبرها بتدوس على كرامته هو دلوقتي اقتلع في البرنامج وقال الحاجة مش مناسبة فواحد جي قال له هو على فكرة مش مناسب ان انت تقول الكلام ده فقال له ايه انت ليه بتهن كده هو رجل بيقول الحكاة بس ده بيقدم لك نصيحة فهو لما قدم لك نصيحة انت اعتبرته ايه بهينك اعتبرته بايه بهينك بس هو لما قدم لك نصيحة ما كانش بهينك ده كان بيعمل ايه بيحاول يخليك ما تقعش في الخطأ اللي هو هيهينك فالحفاظ على الكرامة ما ينفعش يكون على كرامتك انت بس لازم تحافظ على كرامة الاخرين فجزء من جزء من كرامتك هو الحفاظ على كرامة الاخرين بل جزء من الواجبات عليك فانت واجب عليك ان انت تحافظ على كرامة اللي حواليك وعشان كده ستنا عايشة رضي الله عنها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننزل الناس منازلهم زي الحديث الذي اخرج الامام المسلم في مقدمة كتابه الصحيح يعني ايه يعني امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نكرم الناس وان نكرم الناس لكن النهاردة بنتكلم لما بنجعل الناس كأنهم وقفين على صوبعهم لما يتعاملوا معنا يا نهار بيتحس كده انت بتعامل مع واحد بيخليك مش قادر تلتفت لازم تراعي الكلمة تراعي اللفتة لو لو دورت وشك تحس كده ان انت قدام ايه قدام حالة مركبة من التعامل مع شخص فتحس ان هذا التعامل اصبح حلم فلما يتعاملوا معنا لازم نكون وقفين على ضوافرنا ما نلتفتش ونعتبر ان ده جزء من الحفاظ على كرامتهم او ان احنا لو بنعمل كده مع الناس نعتبر ان ده جزء من الحفاظ على كرامتنا وعلى فكرة ده في الحقيقة مش عزة نفس ولكن غرور للأسف